السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ازايكو حبايب قلبي عاملين ايه يا رب يكونوا بخير وكويسين ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض البغاشة هي جميلة جدا بتدوب في البق دوب كده هنبدأ كده ان شاء الله نسمي الله نصلي على رسول الله اللهم صلي وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين هنبدأ نقول لكم على المقادير بتاعتها هو كيلو دقيق وهي حاجات بسيطة جدا جدا مش هنمش مكلفة خالص آآ معنا كيلو دقيق آآ عليه معلقتين سكر ومعلقة ملح وهنقلبهم مع بعض شوية كل الحكاية كده اخب بيتين مياه مجين مياه كده هنملاهم مياه دافية شوية هنم آآ زي ما شايفينه نحط المجي الثاني وهنبدأ نخلط الضيق والمكونات مع بعض بالمياه شوفتم مكوناتها بسيطة ازاي اقتصادية جدا جدا وعلى فكرة يسع لها غالي جدا في العبد وهنا وهنا وفي المحلات الكبيرة في يعني في البيت اقتصادية جدا ووسيطة جدا 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 زي ما شايفين كده بنقلبها مع بعض نقلب شوفت الكلام الفوضي دول مع بعض كده هبدأ عجنها كويس لغاية ما تخلص من ايدي خالص افضل عجنها كويس كده كل ما بتاخد زي ما يقوله خدمة وكده خلصنا عجنتها شوية زيت كده على الوش الزيت تلع كتير شوية المهم هنوضع الزيت عليها كده عشان ما تلزقش وهن ايه هنغطيها بيكيس وهنغطيها ونركنها شوية ترتاح بتاع ساعة كده قبل ما نعمل حاجتنا ايه ده بقى ايه ارتحت العجنة المهم ايه هناخد العجينة ونبططها كويس كده نفردها كويس قوي هناخد من النص كده والعجينة متاحة وكويسة وطريقة وعملة زي الملبن في ايدك هنفردها كويس قوي 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 لحد ما تبقى مفيعة هنبدأ نجيب ايه النشابة ونفردها بيها لحد ما تبقى رقيقة كده بدأت ترق معاك جامد هتفدلي بقى تفرجها بالنشابة جامد لغاية كده ما ايه تبقى كبيرة قوي ورقيقة جدا البغاشة دي جميلة جدا جدا وهي على فكرة حلوة حلويات شرائية من حلويات سوريا بنكلها من ايدي السوريين بقى احسن بغاشة اللي هي السورية بصراحة يعني هنفردها زي ما انتم شايفين كده كويس من كل اتجاه معانا هنا بقى ايه زبدة هناخد معلقة نص الزبدة دي نص كمية الزبدة دي هناخد الزبدة دي هي زبدة بلجة على فكرة ممكن تنفع زبدة فرن احنا هنحط عليها شوية زيت معلقتين كده وهنبدأ ايه نفردها على العجينة كلها على الفتيرة كلها هنبدأ نفردها بالمقطع ده هنبدل نفرد فيها كده بتبقى تحفة 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 تفرديها كويس ممكن تفرديها بايدك يعني طبعا المطبخ ديء فحطها على رخيمة على تراويزة كده كده فردنا عليها الزبدة كلها هنبدأ يا بنات ايه ناخد من الحرف كده ونبدأ نلفها نرولها كده تبقى رول زي ما انتو شايفين كده هنلفها كده هنلف العجينة على بعضها كده جي طريقة سهلة كده جدا وبتلخص العملية طريقة حلوة جدا وبتلخص الموضوع كله بدلا ما ناخد واحدة واحدة ونقعد نطبق وكده لأ احنا هنلفها مرة واحدة هتلف فيها كده زي ما انتو شايفها شايفين يا بنات زي ما انتو شايفين مدورة كده وهنقطحها كده على قد ما انت عايزها هنسيبها بقى ترتاح شوية هنحطها على كيس وانا هنبدأ ناخد بقى ايه حتة حتة نفردها بردك خصوا في قلبيها الزبدة هنبدأ هنفردها كويس ايه كلها كده ايه هتتفرد معاك ايه هنبدأ نطبقها زي ما انتو شايفين هنطويها على بعضها كده هنطبقها اربع على اربعة كده وهنفردها مع بعضها بردك وكده تكون كتعة البغاشة خلصت تعملها كبيرة صغيرة بقى هي ايه زي ما انت اعملها تطلع وحاولي الحروف كده ما تبقاش مفتوح عشان الهوى منخرجش منها علشان الهوى ده هو اللي بيديها اللي انها بتنفش كده تمام اه هنعمل واحدة كمان بتطبقيها على اربعة وبتبدأت ايه تروح فردها وبتنبدأ نرسها على الصينية وجميلة جميلة ويا سلام يا ولاد بقى لما بتتنفش كده وتحطش ايه وتحطشها بقى في الصينية كده زي ما انتو شايفين كده عملت الصينية هي بصوا منفشة ازاي طحفة 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 ولونها جميل عملت صينية تاني بردق بصوا يا بنات بصيبت مقرمشة ازاي ومنفشة زي لقمة القاضي بالزبط هنبدأ نسقيها بالسيرب سيرب تقيل طبعا انتو عارفين كبتين سكر مع كبتين آآ ولمونة صغيرة ومعلقتين عسل كولوكوس او معلقتين عسل ابيض عليهم وكده السيرب ده بيبقى جاهز سيخين كده زي ما انتو شايفين بنسقيها وكده قربنا نخلق او شاكل الفيديو على ان ينتهي يارب كنا عجبتكم البغاشة طحفة طحفة والله جميلة جدا يارب اتجربيها واتحكلها بألفة هنا وشفة شوفوا قبة ازاي بنات ما تنسونيش في اللايك وسبسكرايب واشوفكوا على خير باذن الله في فيديو قادم اشتركوا في القناة